السلام عليكم عزيزي مربي الأسماك اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن أحد أنظمة الاستزراع السمكي وهو نظام التدفق المستمر أو ما يسمى بالإنجليزي الرسوي هو عبارة عن قناة صناعية تستخدم في تربية الأسماك يعد هذا النوع من الأنظمة الأولى والمبكرة للأستزراع المائي اللي يتكون من أجموعة من أحواب أو قنوات مستطيلة مصنوعة من الخرسانة ومجهزة بمدخل ومخرج المياه حيث يتم تدفق المياه باستمرار لضمان جودة المياه اللي تسمح باستزراع مكثف الأسماك أشهر أنواع المياه العذبة اللي تستسرع في هذا النظام هي أسماك التراوت أو الكاتفش وأسماك البلطي كذلك تستخدم أيضا في استزراع أسماك بحرية مثل إصبعيات أسماك السلمون اللي تحتاج إلى تيار مياه متدفق مستمرة كذلك أيضا يصلح لاستزراع أسماك القاروس والآسي والبراموندي في المياه الشرب عند عمل مزرعة بهذا النظام فإن أهم عنصر هو توفر المياه الجارية مثل أنهار أو البحيرات أو الآبار العميقة اشتركوا في القناة